أن الله عز وجل أن الله يرزقك البصيرة ولذلك أنا أرى اليوم أن من الأشياء التي ينبغي للمرأة أن تعرفها عن الرجل عمله وترى هل هو مجتهد فيه هل هو ناجح فيه هل هو مواضف فيه إذا كان كل يوم في عمل ولا كل يوم في شغل ولا غير منتظم في العمل وإلا كذا فهذا مؤشر هذا مؤشر إذا كان اليوم متضارب مع مدير في العمل واليوم الثاني متضارب مع موظف والخامس متمشكل مع مراجعين هذا معناها يحتاج إلى أن ندرك أن هذه الشخصية عندها إشكاليات إشكاليات الأمر الآخر نبينا صلى الله عليه وسلم وتعرفون قصته مع نسائه في قصة عائشة وحفصة كان أسلوبه التخيير إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة تخيل الرجل يعني يقول لزوجته اذهبي إلى والدك واسأليه اذهبي اسأليه هنا مبادلة الرأي يحتاج الإنسان منه في التأني أيضا أن يدرك أنه عنده سلوكيات كثيرة في حياته يحتاج أن يصلحها فعندنا قرارات عاطفية منبعها القلب وعندنا قرارات عقلية منبعها العقل فما الذي يقودك أنت هل يقودك عقلك وبصيرتك أم يقودك عاطفتك يقول جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى تأنى أيها الأب تأني أيتها الأم تأنى أيها الأخ عندك مشكلة مع أخيك عندك مشكلة مع أختك عندك مشكلة مع عمك عندك مشكلة مع تأنوا قليلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا عليه الصلاة والسلام وكلكم يعرف موقف عمر حتى أن ابن عباس ظل زمنا قالوا أنه قرابة السنة يريد أن يستحي يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم المرأتين المتظاهرتين شوف التأني وهذا الذي يحتاج اليوم من طالب العلم والمستشار الأسري والإنسان المصلح في المجتمع أن لا ينزع مع طرف دون طرف لأن الله جل وعلا قال فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا قُلْتُمْ نَادِمِينَ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ قَرَارِ بذلك تجد من يستقبل قضاء